اعمل ايه لو انت تخبط في دماغك او حصل هنا ورن فيه دماغك وعاوز تاخد مسكن السلام عليكم من الاخبار ياربكم دائما بخير وساعة ساعة ان شاء الله هنوضح معلومة مهمة جدا لازم تخب لك منه اول حاجة لو انت حصل لك مثلا خبطة او حصل لك هنا فتح فيه دماغك او مش الشرط هصل نزيف او حصل اي ان كانت مشاكل في الدماغ حصل رجه حصل اي حاجه ممنوع ان تذهب اي مسكن لان المسكنات في الحالة دي هتزود من خطر الاصابة او ممكن تزود عندك السيولة في الدم وتزود منفرص حدوث نزيف في المخ فأنواع المسكنات اللي عندنا اللي هو الوبايدس ممنوع تأخذäh بربطة لينها بتزود الانتركرونة بمرвидشار فبتزود الضغط على الدماغ فممكن في الحالة دي يحصل عندك نزيف في المخ ثاني حاجة ممنوع تأخذ أي نوع منها إنها بتزود السيولة في الدم وبتزود من فرص حدوث نزيف في المخ أما الحل إيه الحل أنك تأخذ أي مادة تحتوي على مادة برسامول أو تلخص عن نفسك أو توفر عن نفسك وتلخص استضالية تقول له أنا عاوز أي مادة أو أي دوب يحتوي على مادة برسامول هيقول لك ليه قوله عشان أنا تخبط وحصل كذا كذا ففي الحالة دي هيديك حالات البرسامول ويقول لك على الجرعة المناسبة أهم حاجة ممنوع تستخدم المساكنات في أول 24 ساعة من الخبطة